تدول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للناشطة بشرة ابنة الصحفية حيا عبد الرقيب الجبيحي الذي حكمت عليه ميليشيا الحوثي قبل ثلاثة أعوام بالإعدام قبل أن تتراجع تحت الضغط المحلي والدولي وتفرج عنه وما تزال الميليشيا تختطف حمزة الجبيحي شقيقا ناشطة وتستخدمه كرهينة في سجونها منذ تلك الفترة وأظهر الفيديو حالة الحزن التي تعانيها أسرة المختطة في حمزة الجبيحي الذي يتعرض للتعذيب ويعاني من بعض الأمراض جراء استمرار اختطافه للعام الرابع على التوالي شقيقك حمزة المعتقل في سجون الميليشيات الحوثية هل يعاني من مشاكل صحية؟ طبعا هو شقيقي يستخدم المظارة منذ الصغر ولكن لم يسمح له باستخدام المظارة في المعتقل وهذا سبب له تمزق في شبكية العين لا أعلم ماذا ستفعل المظارة في المعتقل ولكن تم مطالبتهم بإستخدام المظارة حتى لا يتضرر نظره ويتسبب بشيء آخر ولكن لم يسمح له بذلك بالإضافة إلى العذاب النفسي فشقيقي حمزة حينما سرته تحول من شاب وسيم إلى وجه شاحب ظهرت عليه ملامح الشيخوخة ظهرت عليه ملامح الشيخوخة برغم أنه في عمر الزهور ترجمة نانسي قنقر